يا أستاذة الصباح البخخات دي أنا بس عايزة مراجعة الطبيب أنا لا علم لي في المسألة لكن أنا هقول لك الحكم وأرجو مراجعة الطبيب في نوع البخاخ اللي حضرتك بتخديه إذا البخخات دي الأشياء أو الرذاذ اللي طالع منها المادة العضوية دي بتدخل إلى الحلقي ثم إلى الجوفي إذن بتفطر أما مجرد إنها شيء بيدخل وأنا هواء لأنه بيعمل ساعة بعد كده في الصدر فلا يفطر إذا ما فيش شيء بيدخل بيترتب الرذاذ المادة العضوية دي أنا ببلحها وببتلعها بعد كده يبقى دي بتفطر ما كانش فيها كده مجرد هواء الإنسان بيتنفسه فلا شيء فيها يا أستاذة صباح بس أرجو في اللي أنت قلت ده تراجعي الطبيب المعالج هل المادة العضوية دي بتدخل حتى ولو بعد أنت بتقولي بحطها وبستنى شاتب وبمنع نفسي من بلع الريق يعني أرجو أنك تراجع معاه الطريقة لا يصل إلى الجوف لا يفطر يصل إلى الجوف يفطر